واشنطن بعثت برسائل التحذيرية إلى دول المنطقة وعلى رأسها العراق من أن أي تحرك عسيري خارج نطاق الدولة ودون علم التحالف الدولي سيتم ضربه من قبل التحالف يعني مساء الخير عليك مساء الخير على المشاهدين الكرام أكيد هذه تبقى معلومات تتداول لكن الحقيقة علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقة مستمرة ما بين الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية وعلاقتنا كذلك مع التحالف الدولي وكذلك بالمقابل حلف الناتو وشركانا من الاتحاد الأوروبي مستمرة ومستدامة وبالتالي العراق لديه رؤية قد تكون مغايرة عن روح الصراع التي تتصاعد في المنطقة وإعلان سيد رئيس وزراء في العديد من المرات والتي ذكر منها أن التصعيد المستمر وعدم يقاف إطلاق النار هو من سيدفع حقيقة هذا الصراع الذي بدأ بأزمة غزة وما زال مستمرة لحد الآن لن ينتهي إلا بإيقاف إطلاق النار داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة حقيقة والتي يحتلها الكيان الصيوني وهذه المشكلة الكبرى التي تواجهها دول المنطقة وبالتالي عمليات التصعيد التي دانتها حقيقة الحكومة العراقية سواء الهجوم على إحدى القطاعات الأمنية العراقية في هيئة الحجد الشعبي أو كذلك بالمقابل استهداف المرحومة والشهيد الذي استشهد في الأراضي الجمهورية الإسلامية في إيران أثناء تنصيب الرئيس الإيراني الجديد وكذلك بالمقابل استهداف الأراضي اللبنانية يجعل المنطقة حقيقة في عملية تصعيد وبالتالي التصعيد المتبادل هو من سينقل المنطقة إلى حرب مفتوحة وهذا ما يحذر منه سيد رئيس وزراء الأستاذ محمد الشيع السوداني ويدعم أو يدعو كذلك بالمقابل أن تنضي القوى الرئيسة حقيقة في الأمم المتحدة وفي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن للقيام بدورها في عملية إيقاف حالة هذا الصراع وبالتالي كلمة العراق في 31 سبعة حقيقة في تموز التي كانت في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن حول حالة الشرق الأوسط كانت واضحة جدا تعبر عن رؤية الحكومة العراقية وتذكر بما قاله السيد رئيس وزراء السادة محمد الشيع السوداني في العديد من المنتديات والمؤتمرات والقمم الدولية التي عقدت في الشرق الأوسط وخارج كذلك الشرق الأوسط في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية من أن استمرار الصراع سيجعل المنطقة في مستقبل مجهول وهذا بالتالي ما يتطلب من المجتمع الدولي القيام بدوره وكذلك يتطلب من الدول المنطقة كذلك القيام بدورها للعودة لنقطة التوازن وهي إيقاف إطلاق النار وإيقاف آلة الحرب الهوجاء تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه أهلنا في غزة وكذلك بالمقابل عملية السيطرة كذلك على عملية التصعيد التي تحدث هنا في المنطقة وتنتقل بين الحين والآخر إلى الأراضي العراقية ولذلك يسعى السيد رئيس وزراء مع القوات السياسية العراقية مع البرلمان العراقي حقيقة لإيقاف تداعيات هذا الصراع على الأراضي العراقية وهذا بالتالي ما يعمل عليه السيد رئيس وزراء القادة العام للقوات المسلحة الأستاذ محمد الشيح السوداني ليلة النهار حقيقة بالتعاون مع القوات السياسية العراقية لمنع وصول العراق إلى الدخول في هذا الصراع المفتوح وهو صراع حقيقة آفاقة مفتوحة للأسف ولحد الآن لا يوجد هناك ملامح لكن توجد هناك رؤى ومشاريع وأصوات خاصة بنقطة الارتكاز وهي ما يتلاقى الخطاب العراقي مع الخطاب كذلك الأمريكي اشتركوا في القناة